موسيقى مرحبا بكم في حلقة جيدة من جوتا الشو الليلة طبعا عندي دقيقة ونص مفروض أملاها في الفراغ ده لكن ما عارف أقول شنو فأحمل لها بمقتطفات من الفيديوهات اللي احنا صورناها قبل كده زي الليلة مسافر موسيقى 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 قصرا ولا تحت الكبار براه النوح فهم مكان ما نساء ولا قساء رافع الحرية صاري وما هم موجود الزمان موسيقى شبع وجع السنين من خدارة سرح وحيا الألم في السلام تصوم كل المدن في انتظارة وتفطر بصحف الكلام ما نساء ولا قساء كلاب الكايس للدبارة ما ستف بوجع النظام موسيقى ما حاصروا مهزوم بش طاروا ما كتف من زمن الفطام موسيقى ما نساء ولا قساء موسيقى 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 مرحبا بكم في حلقة جديدة من جوتا شو الليلة معانا فنانة نادر السوداني نادر كيف حوالك زيك يا يا عبد الحمد لله كله تماما انا ما حاولت اديك الماكده كله شوية فانت لازم تساعدني شوية يعني يعني حاجز نعمل شكو يعني يعني انتو جوتا ضيلي عندهم مشاكل عادي يعني حتى بخير في الماكروفونات ها تدفع انتو شايف كلا ها نوي حدي كنال مايك حسن وانت احكيران عنك انا حبسلك نادر السوداني الاسم تجامل وين بالضبط الاسم الحقيقة هو الاسم من محمد نادر عبدالله احمد الاسم اللي يسمي اللي فيه الجنسية السودانية فعملت فرغة اسمها فرغة السودانيين وكانت ديه بداية لتطوير الاغنية السودانية كم الكلام؟ الكلام ده كان تقريبا سنة سبنتين ناين سبنتين اي ايت سبنتين ايت قبلها كانت اصلا ات دافيت جروب بعد كده امان احنا المجموعة كلها كانت دارسه بدهتت درسه الموسيغه اعني ابتدى افتاجهنا لتطوير الاغنية السودانية هذا سؤال، لكن قبل أن نمشي الحيارات، هذا لأنني أعرف التاريخ، يعني أنني أستطيع أن نبدأ الموسيقى وأنه عنده كم سنة؟ أنا ابتدت تقريباً عمري أربع سنين، أربع سنين، وكان، والوالد الله رحمه، عنده محل بتاع بيع اللعب في سوق العربي في الخرطوم، فكت دائماً أستخبج هو المخزن وأشيل جتار صغير، الجتار اللي هو البلاستيك ده، اللي هو الطويس، واستخبج هو المخزن ولا أمسك الجتار ده طول اليوم، أختفي فيه، مدى الحياة؟ لحد لا من أنا لقيت ريال جتار، ريال جتار، واحد كنغولي شايل في شماشي في الشارع، وأنا كان عندي ترانزيسر راديو، فحصلت رايدن، إنه يديني الجتار ويأخذ ترانزيسره معه جنيه، بدلت كمان، مخمّ، كان جنيه زيادة كمان، والجتار كان فيه وتر واحد، وما فيهش فاين تيون، يعني هو الأمنية كانت إنه يكون عندي جتار، ف... ما لعبة لكن ده كان حقيقي؟ ده حقيقي، حقيقي يعني، فده كان أبتدت بقى أصلح واجتمشت لي محل اسمه محل غريب الله، هذا هو شارع جمهورية؟ لا، هذا فيه مدرومان، وبعدين هذا المحل كان محل غريب الله، هذا هو راجل مصري أصلاً، وكان بيجيب عود، ورق، وإكسسوارات لجتاره، وللآلات الشرقية، فمشاهدت لديه الطائم بتاع الأوتار والمفاتيح، فدفعته خمسين قرش، اللي هي اللي ساتى الأوتار، والطعم بيفتحه، فاين تيون، كل الموضوع خمسين قرش، ما زاد، خمسين قرش، يعني ده بيورينا مدى جذب نادرة السودانية عند كم سنة، وفي الأول ما كان عايز يقول لنا سنه كم، لكن نحس نحن بنقدر نعرف بالطريقة دي، المشكلة ما مش في الخمسين قرش، المشكلة في إنه أنا تربيت في أسرة متدينة جداً، وكانوا أهل بيعتبروا إنه المسيغة عيب، وتلعب جيتار وتشتغل مع فرق، وتمشي تلعب في نايت كلاب، لا لا لا، أنت تتعلم المسيغة بس في البيت، فابتدت الأزمة هنا، فما في مساعدة مع إنه والدي، الله أرحمه، كان عازف متمكن جداً لآلة الكمان والعود، وعائلتوا كلهم، لكن كانوا ما بيعتبروا المسيغة بس في حدود دول البيت، يعني حكايتين دبشي نايت كلاب دي بالنسبة لهم دي كارثة، كل غاية تحسي، في مطل غاية تحسي، فالمهم، المهم، المشكلة ما كان في الخمسين قرش، المشكلة الخمسين قرش، المشكلة الخمسين قرش الزاتة أطلحك كيف عشان أمشي أجيب الحاجة دي، فابتدت أحوش من قلوش المصروف البخطور، دا كان كم؟ اللي هو كنت بأخد خمسة وعشين قرش، في اليوم، في اليوم، عشان أنه الخمسة وعشين دا أصرف عيش بها حياتي يعني، أكلمة، أكلمة، وفي ظرف خمسة أربعة سنسة يعني في العمر دا يعني، فالمات يومين ما فيش أي حد، لحد ما بيقى عندي خمسين قرش بالفعل، فمشيت اللي عمى غريبه الله، واشترت ملو الأوتار، وكان أول أوتار وأول طقيم، وأول الزبطة 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 العود، الزبطة العود، زي ما بظبطوا العود، فما فوحت عزب غيتار، فالحكاية بيقدر، ملخبتة جدا، وبعد كده ابتدت على الفكرة، عندي أولاد أهلنا كثير جدا، فبسافروا برا، فبيجوا معهم استوانات للبيتلز، توم جونز، فالبيت كان مليان بالفاينول سانتانا، فبتدوا عشان هم يعني يعني يكفوا شري فبقوا أمن هم يسافروا في الإعجازة بدوني الاستوانات دي حتى بصبير عشان طبعا هم عارفين لو هم خطا حيدي داني حاشيلة برضو فبقواوا ليه نادر لو قدت حنمسكك أمانة الاستوانات دي بتحديت مسؤوليتك الحديم ونرجع ولين حنجيب لك اللي انت حاوز فبتدت أول حاجة أحفظ الأغاني بدأت أحفظ أغاني البيتلز من غير ما أفهم اللغة يعني سؤال يعني انت كنت جاعد بتسمع الكلام وبجاعد تعزفها سماعي الموسيقى ولا بس الكلام بسمع الغنية وروح يعني سماعي واحفظها احفظها عن ظهر غلب لو سألت ليه قلت ليه قلت ليه الكلمة دي معناته هي عدونه لكن انا حافظة صم زي ما حاولت وحاول لطلع القدر الإمكانياتي في البترة انه على لعبة الأكورد اللي انا سامعه اللي هالأوضاني جابته يعني فابتدت أول فرغة تتكون عملت فرغة في مركز شباب من درومان قالت كلام ده كان في عواخر السبعيلات وبعد كده كونت فرغة اسمه ديفيد جروب وبعد كده كوننا فرغة اسمه الكريسيدرس وبعد كده ابتدت مراحل كثيرة جدا يعني مراحلة المحادة الدراسة الدراسة بيجاد سيريس سيريس ستادي يعني ميجا بروفشنال يعني قلت الأهل كده ده بتمشي تدرس موسيقه وقالوا لي لا انحنا سنسلسلت اي حتة تتحلم وقالت لهم برضو لو لمشات اي حتة تتحلم وقالت لهم برضو لو لمشات اي حتة تتحلم لا احنا نسلسلت يعني الاسرار والإرخار فالحصل انه اغنحتهم طبعا ضحت من نسنتين للتقديم يعني فقدمنا المحاد وقبلتها وكذا وابتدت المرحلة الجديدة اللي هي بتكوين فرغة السودانيين لغرق انه السودانيين قد عملت لتطوير الأغنية السودانية والفرغة دي لاغت مشاكل فضيعة جدا لانه المجتمع في الفترة دي كان يعني كان راغي جدا والناس كانوا بيحبوا الأغاني الغربية بشكل ما تتخيل يعني فوق الوصف حتى عندما نمشي حفلات بنلقى الناس حفظنا الأغاني اللي هي طوب تين وطوب فا في الحفلات اللي نشتغلها كلها وحفظنا وما ممكن تقلق فرغة دي فقلنا يا أخواني نستغل اننا لازم نعمل مرحلة جديدة اللي هي فرغة السودانيين ونبتدي نعمل الغنية السودانية في الشكل اللي نحن نحبه هذا القالب الغربي فابتدينا بالفعل عملت أغاني من الأغاني غاني كثيرة جدا وعملنا أول والأغاني الثاني لحد لمن ظهر محمد منير في الصورة الكلام ده كان في الثمانينة في السودان كان لأول زيارة فاتعرفنا بما كنا نحن الفرغة بتعمل مرحلة جديدة وكان يستعمل الكويف ما بتاعتنا فالمهم حصل انه يا حي خليل والمحمد منير والكاست بتاعهم أعجب بالفرغة بموضوع وقال لهم لازم طلب مننا انه نمشي الغاهرة ونوسق كل الحماني وكان عندي بداية المشوار الكلام ده كان 6 و 8 الفرغة فعلا مشت وابتدت الحرب الثانية طبعا الحرب الاولانية بداية الشريعة تكفيق كل الملاهي منع عبادة الحفلات كنا نحن نشتغل في نطاق محصور جدا كمحترفين نحن نشتغل بنقصد من الشغلة فالمهم الفرغة حاجلة الغاهرة لتوثيق عماله ولبداية مرحلة جديدة لانه الحدف وهو تطوير الأغنية السودانية خروجه من المحلية لشكل جديد انه العالم ممكن يقبله وستقبله كويس فابتدى المرحلة تسجلنا اول شرية اسم السودانيين مجموعة تعتقاني كثيرة جدا وطبعا كلها لها غالب سياسي فابتدت جهات كثيرة جدا تتململ داخل وضع باريز فابتدت النوع الثاني من الحرب على الفرغة فابتدت الفرغة لا تكرت تقييف على نفسها انها تستوفي بالالتزاماتها المادية والسكن والمعيشة فبقى كل واحد اندبندن فما كان قدامي إلا انه انا اشياء اتك مي بيز انا بلايين محمد منير وده كانت بداية انه اتعرف على الحجار في استوديو في غاردن سيدي وكانت تسعيد جدا بمعرفته وده اتعرفت بمجموعة جميلة جدا من الفنانيين المصريين انا فخور بهم جدا اتعرفت بعال الحجار في استوديو امباير وتعرفت بمحمد منير وتعرفت بعمر خيرت فتحي سلامة كل المجموعة التي اتعرفت من خلال استوديو امباير اللي هم اصلا كانوا اتعرفوا انهم اتعرفوا انهم فمن هناك ابتدت الموضوع بتاع الشغل بيجد يطلبوني في حفلاتهم بيجد اتسافر معهم برا وكدت انه الموضوع انه اشتغل ووفر جروش على ذات انه ابتدت ادفع لانه ما في حاجة بتتعمل مجان فلحد الى من عملت الشريطة اللي هو السودانيين بيجد في مشاكل ثاني انه الرغابة والمصنفات للنصوص وانها كان في مشكلة رغم المصاريف الكبيرة جدا اللي انصرفت لتنفيذه فلحد 86 ابتدت معركة تانية اللي هي معركة بتاعت انه السودانيين بيجوا ارهابيين بعد الحادثة بتاعت علي سبابة حسون مبارك فبتدت حرب ببقى تانية نادر السوداني كارثة اسم ذاته نادر السوداني دي جا من وين؟ الدين المصريين اخا الجماعة اصحابنا المبينين في الاستوديو فيه كذا نادر فجماعة يقول لك دون روحك تصل بالنادر السوداني يقولوا نادر اي من نادر السوداني يا ابني اي من تمت سهل وان عمي انه كذا نادر ممانددوستوز فابتدر فرغت السودانيين في نادر السوداني فبقى الاسم بالنسبه لهم سهل النادر السوداني وانا فخور بان ونادر السوداني ودي دعمت لي الفكرة نفسها انه انا فخور اكون اسميه الثاني السوداني لي دعما الفكرة اللي أنا مؤمن به انه انا اقدم الفنانه اذا ما كان قدم اذا ما كان عنده قضية ويما قدم فكره إنه قدر يصحح أو يوصل فكر للجمهور فإبدا أن دوره يأتي ضعيف الموضوع هو موضوع إنه نغني عاطفية فقط هذا الفاندر محتبره رسالة والرسالة تبتدي من مسؤولية الفنان نفسه تجاه جمهوره يأتي يسمعه فإن كونك تقدم لما أدى لها معنى أنت بترفع من مستوى سمعه أول حاجة وفي نفس الوقت بتتوسع مداركه وفي نفس الوقت بتحديد محلية السمحة اللي هو أصلاً مفروضة عليها فدوره الفنان لأنه ممكن نوصل فكر ممكن نوصل فديل حيث حدودة بتاعة الفرغة السودانية بنادر السوداني لو كنت أدت ناتفون أنا كنت سأكون ساعة كويس جدا ما طبعاً الحمد لله عملنا جودة 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 كماندر سأخليه في البرانة لا أشير دقيقتين في دقيقتين بيجي أقول إنه أنا وقيت في أمريكا لنفس السواب أنا رفضت تماماً إنه أتنازل عن الفكرة بتاعت إنه أغني أنا ما بيعجبني أنا بغني اللي بيعجبني أنا بس أنا شايفه كفنان مثل مشوارته التي أكتر من ثلاثين سنة إنه في رسالة خلف أنا بعمله قد يراه البعض إنه شوية بعيد عن شوفه لكن أنا شايفه إنه إنه قريب جداً وممكن يشوفه ويعيبه قد يكون صوتي غير غير الصوت المألوف اليوم لكن أنا بفتكر إنه صوت المفنان هو اللي بيعبر عن الفكرة الموسيقية اللي بيقدمها فإذا كان ممكن أنا أخد غنية لعبد الحليم ما أقدر أغني أولي وردي أولي معبول أمين لكن في نفس المستوى لو قلبنا الترابيزة ودينا غنية من أغاية نادرة السوزاني لأحمد الأمين قد ما يغنيها زي ما بغنيها نادرة السوزاني بكل ضحفة وقود بالضبط أحكي لنا على تفجيرك هنا في أمريكا بالضبط البلد دي كيف معك بالنسبة للفن أو للشغل يعني أنت هنا شغال في الفن ولا شغال في شغل أنا تاني ما لك يا تتوجع سمعيني التنهيدة دي ناس والتعب أحكي لنا أحكي لنا يعني أنت أول حاجة زمان كانت الفكرة الموسيقية المشكلة كلها المزيكة يعني يعني زمان كنت أكون أنا قاعد في البيت عندي أربعة عازفين الرامي لكن دلوقتي ما في واحد فاضي عشان ييتجامي وعماعي فهي لازم أنا أشتغل لكي أشتري الإستخدام لكي أشتري الإستخدام لكي أقدر أنفذ بها فكرة من أفكاري لأنه زمان كانت الأفكار بتتنفذ سمبل مثل أبصدي بمبم بمبوت ممكن استخدام على أن أستخدام يعني ممكن أن الفكرة تتسجل أو تتعمل بمسجل عادي طالما كانت مجموعة حينغذة ما هي أسهل الغيمة الفنية اعلى لانه نقاذ فكرة يوا. دي دي جانب الايجابي بتاعها. الجانب التاني انا كفنان عندي حاجات كتيرة جدا عاوز اعملها. فما ممكن لازم اشتغل عشان اجيب جروش. عشان اشتري 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 الصوفت وير والكمبيوتر والتكنولوجي ده. اللي هو اصلا انا مفتوم به قبل ما ايجي هنا. ما كدت حدر. يعني ما عندي الامكانيات. انه اشتري كل ده. اللي هو الا موجود هنا في مصر او في السودان. لانه جروش كتيرة جدا. طبعا انا ما اقول لكم يا اخوان احنا هنا في بيت نادر السودان. ده الستوديو حقه. his own personal studio home studio. هو بناه هنا عشان يقدر ينفذ الفكرة بتاعته. تمام? تمام. فالفكرة بتبتدي انا كبال لازم اشكر اخوي عبد المنعي مجيزولي. ديت ربينا في حي سيد علي. في مدرمان. وهو من الشعراء الانا فخور بهم جدا. وكل اعمالي الموسيغية اللي نازلت في السوق. او اللي اتعملت. انتو سمعتوها. دية من كلماته. وهو تقريبا الجزء الثاني من نادر السوداني. اللي هو يعرف نادر السوداني عاوز يقول شنو. وبكتبه كويس جدا. فانا مختنع تماما بالتخصصية. الراجل ده اصلا متمكن تماما من اللغة. ومن الكتابة. انا امكانياتي قدر. دوري مي فاصول لا سيدو. كيف حشوف الكلام اللي انا بقرعوه. واقدر اشوف الرؤية او البعد التالت داخل المعنى. الاقدر ممكن اكتبوه. اصيغبو الموسيغة. فبتحكون مجهود اقل له. ما زي ما تكتبوه. انتو شغلين فريقا. هو بيكتب الكلام وانتو بزي. ابدا. ابدا. بيكتب الكلام وبرميه في حتة انا بمشي بدور. بشوفه بعمل شنو. يا اخي دي حاجة جميلة جدا. انا عاوزها. اروح شعيله. ما بيقول له. فببتدى اشتغل فيها وانا عديو اقول له. دي ايه غنية. يقول لي انا ما بازكر عملتها كتينة. اقول له. ده مش خطك. فابتدت. اتجلبة كده. في حاجات كده يقول لي انا ما بازكر بدي انا عملتها الغنية ده. اقول لا 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 لا. الغنية ده انا شلتها. وبعد شب هي ابتدينا نجمع الديوان كامل لكل اشعاره اللي هي. انا افتكري انه ابدا المنعمة الجزولي اذا كان الابنودي. ابد رحمان الابنودي. اذا كان عبد رحمان الابنودي في مصر. انا باحتقت ابدا المنعمة الجزولي هو الابنودي السودان. لانه كلماته بسيطة. وغوية. ومعبرة عن حالة الشارع الموجود. اذا كانت في كل المجالات. ايه. لا تهم جدا. ضيب. اه. شون خلال دقيقة حاسي او. انت عدا 15ık. اوه. انا اطلق 15واق. اوه. خلق 16واق. انا قديم 16واق. بس كنا بتكلم معا شون. ما عليش اخوانا. نرجع للوصف الناس. احسي. نادر احنا بس داراننا عارف امريكا دي بالنسبة لك كفنان احنا عارفنا ان انت لازم تشتغل وكده لكن هل في طريقة انك تقدر توري الموسيقى سودانية هنا في أمريكا للأمريكان. دا حليم بتمنى اي فنان سيريز. كنت بتمنى انه اقف اقف في اكبر مسارح امريكا. لانه الفكرة اصلا توصيل الموضوع ده. لكن طالما في جهات ما من مصلحتنا نادر السوداني يقف في المسارح دي. هتبتدي حاجات تانية كلنا عارفنا انه تحتيم حجم نادر السوداني داخل كل المحافل والمهرجانات. الاقيمة والحتغان لنفس السبب. انه انه انا ما اغني غير الموضوع اللي اغني فيه. اللي هو انا مختنع به. فهنا بتبتدي مشكلتها. دي مشكلة اولانية. المشكلة الثانية. اللي هي انه كيف اوقف على خشبة المسرح ده. وفي نفس الوقت مضطوب مني حاجات كثيرة جدا. انه اعملها. فعلا القروش. ما هو ما هو فيه اولاد وبيت واكل وشكلة. العيشة. فدي حتحصل كيف. معادلة صعبة جدا. في اما الناس دي حتجوه لمدة 3-4 شهور. يجيفو. يعني يحصل لهم دي ترمينيل. يجيفو. يا فترة. وبعد كده نرجع نشتغل. او الحياة استمر. او يكون فيه جهات مختنعة نادر السوداني ده في النار المحترم. وانه احنا ويجينا. ما ما قلت انا عاوز ملعين. انا قلت اجيف على الرجلياني واجدم فنيني للناس بحيث انه في ناس تاني ما تتضرر. فده السبب. واحد من الاساسية انه الاسر بتاعته. انه محتاجين للسابورت. انه اشتغل على العيب. طبعا العيب الشغل ماعد. الشغل ده حاجة شرف كبير جدا. مع مكان انه عمل اللي انت تتقدمه. فأنا اعمل بشتغل في حاجة ما عنده علاقة نهائي بالفن. انا شغال في. انا مدير لشركة بتاع السيكريوتي. وبتشتغل في سينمات. فده بساعدني كدخل انه ساعد اسرتي. واقوة واوفر كل الامكانيات اللي هي تساعدني انه انا اوصل الفن بتاعي لكل العالم. فاذا وقفت يوم معناتها حيحصل مشكلة. ازا وقفت يزبوه حيحصل مشكلتين. ازا وقفت الشهر حيحصل كالسة. وانت تعرف تماما انه الموضوع مساهل. صح. والغنوات بتاعته صعبة جدا. انك انت مثلا عشان تعرض لتلقى بروديوسر كويس. وتلقى انك تكون تقنعه وانك انت بتعمل في حاجة. ويكون هما ده يبتدوا يدعموك. يعني دي صعب جدا. ما يعني ما حاجة ممكن تحصل النايب. طيب اوكي. احنا حسي احنا حسي. شكرا جزيلا. احنا حسي حنختم القاندة ان شاء الله. هل عندك كلمة اخيرة دار تقول الجمهور. انا بقول حاجة. انا بقول لي جمهور بتاعي. او الناس اللي بتعرف نادر السوداني. اذا كانوا في الغاهرة او موجودين في الوطن العربي او موجودين في السودان. انه من هذا السوداني لسه موجود. وبشتغل. تقريبا بمعدل تمانية ساعات في اليوم. من بتوين. دوارين. بروفات. تجهيز. وانا متأكد انه حتيجي لحظة. انا مادر اكون فيها. ما جاهز. انا جاهز في اي وقت. لاي لاي مهرجان. يمسي للسودان. ويقدم الفن السوداني حتى لو كان بوستين لقدام. هل عندك ايميل او ويب سايت الناس اقدر تمشي لك. يعني تعرف معلومات اكتر. في عندي اليميل بتاعي. الويب سايت انا شغال في واحد لسه ما خلص. لكن ايميل بتاعي نادر السوداني. عد ياهو دقة. ان شاء الله. حد لقوا مكتوب تحتنا على الشاشة تحتنا شايفين. طيب. نادر شكرا جزيلا. واتمن لك التوفيق. ان شاء الله. ان شاء الله. وان ظن خلصنا على كده. السلام.